اشهد معالي الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بالجهود المباركة التي يبذلها صاحباء السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وقال معاليه إن هذه الجهود تشكل رافعة مهمة لمجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك وضف معالي السفير أن هذا المجلس يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كفة بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة مؤكدا أن المخرجات التي أسفر عنها الاجتماع كانت استجابة سريعة للتوجيهات السامية للقيادتين الحكيمتين ورؤيتهما المشتركة لمستقبل من علاقات الأخوة والمودة التاريخية التي ترتكز على إرث الآباء والأجداد الممتد إلى مدى سنوات وضف معالي السفير أن الاجتماع الذي بحث عددا من المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بعدد من المحاور ذات الأولوية قد انتهى إلى تشكيل عدد من اللجان الفرعية للتنسيق في مجالات عدة منويها معاليه بأهمية نتائج التي سوف تتوصل إليها هذه اللجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر